أولا إسرائيل خلال هذه الفترات الطويلة الزمنية التي تمكنت من دراسة أولا مسرح العمال القتالية ومن ثم دراسة كل ما ددى الطرف الآخر من عوامل القوة يعني يكفي أن نقول أنها وصلت حتى إلى زعيمهم أو وصلت إلى منازلهم إذن كل هذا العمل الاستخبارات الكبيرة الذي قامت بإسرائيل أعتقد لم يقدموا على اتخاذ قرار الدخول في الأرائل البري إلا بعد التأكد تماما من نجاح هذه العمال القتالية ورغم ذلك وضعوا في اعتبارهم كثير من الأمور أهمها تعرضهم لمفاجآت كالتي حصلت في غزة ثانيا والهول أهم هنا قبل قليل كنت أسمع حديثا أن ربما يمنع هجوم حزب الله باتجاه إسرائيل حزب الله لن يقدم على هجوم لأن لا يسمح العوامل الموجودة لحزب الله المتوفرة لا تسمح بتنفيذ هجوم كما حصل في غزة فالأراضي مختلفة والطبيعة مختلفة والقوات مختلفة أعود إلى قضية مهمة جدا قضية الاشتباكات التي سترغم إسرائيل على الدخول في قتال قريب لذلك إسرائيل طلبت من سكان المناطق الإخلاء لأن أحيانا الحظن الشعبية قد تكون مساعدة تماما رديفة للقوات التي تحارب بمعنى قد تقدم تسئلات إسعافية قد تقدم تسئلات طعامية وبالتالي إبعادهم سيسمح للقوات الإسرائيلية باستخدام سياسة الأرض محروقة لن تقدم القوات الإسرائيل تقدم متر واحد إلا حتى تتأكد تماما أن الطيران والمدفعية والصواريخ قد أزالت كل عائق موجود في هذه المنطقة ولذلك تقدم بطيء 500 متر يعني عادة عندما تكون مناطق محصنة تماما لدرجة عالية من التحصين ستكون وطيرة الهجوم لا أكثر من 200 إلى 300 متر اليوم هي مناطق جبلية حتى لو كان في تحصين فتحصين طبيعي وبالتالي رغم ذلك فسرعة هجوم القوات الإسرائيلية هي سرعة بطيئة لماذا؟ لأنها لا تريد أن تتعرض لأي مفاجئة أضف إلى ذلك هذا معنى أنه لن تكون عملية خاطفة إذا هم يمشوا في منطقة وعرة خطوة خطوة وعندهم تقديرات للتقدم هذا معنى بأنها ليست معركة خاطفة ولن تكون معركة ممكن تمتدأ بأن تكون طويلة المدى وهذا ما تسعى إليه إسرائيل كلما طارت هذه المدة كلما كان حزب الله أولا عاجز تماما عن الاستمرارية حزب الله كان يعتمد على القدرة الصاروخية والمسيرات والقيادات اليوم لم يعد بإيد حزب الله أي أداة من أدواتها التي تساعد على إطالة الحرب يعني كان حزب الله يعني يعول على أن إسرائيل لا تريد إطالة الحرب اليوم إسرائيل هي من تريد أن تعول على إطالة الحرب بسبب الدعم الأمريكي بسبب الدعم الأمريكي طبعا بالعكس يعني يكفي أنه فقد قدرته على اتخاذ قرار أو المبادرة فقد تماما أولا فقد الرعب وفقد الرجع وفقد حتى الحاضنة الشعبية لم يعد هناك نشاهد أن كثير من السكان نزحوا أعود إلى قضية السكان التي أحيانا قد تكون مساعدة للطرف الصديق وقد تكون معيقة للطرف الآخر لذلك إسرائيل طلبتهم الرحيل وهذا يساعد تماما في تدمير كل ما هو أمامها